عجينة الباسترمة اللي انا عملتها دلوقتي من 300 جرام لحمة هتأمل لي اربع اكياس اللي انتم شايفينه بإيه دلوقتي انا طبعا بحطيت بس كده لحطة اللحمة وحفرتها شواز غريب بس كده وحبدأ لان افردة بقى ايه بدي الشابة هتلاحظوا بقى ايه بدي الشابة هتبقى اسهل بصوا بتتفرد بعيه على طول ازاي بيتبقى اسهل كمال يعني عمليها بدي الشابة وهتبقى حلوة جدا طبعا بعد ما اتخلصي خالص هتبقى تغسيني بقى ايه ده الشابة كويس جدا بس ايه ريحة البصرمة بقى ايه وانا عملها بعجينها كده بأيدي ريحة ايه ريحة كانت قلبة الشقة عادي وقلبة البيت كله بصراحة كانت جميلة جدا دوقتي بعد ما تجمدت كده انا سبتها التاني يوم مش لازم يعني التاني يوم انت بقى عاملها من الصبح ولقيتها تجمدت على يعني اول بتتجمد معاك بتبدأ اللي انت تستخدميها عادي بس في ملحوظة عايزة اللي انا اقولها لكم طبعا انا حطيت سنة لون احمر سنة صغيرة بجيبها من عند العطار ليه علشان تديني شكل لون البصرمة عشان التصوير وكده تصوير الفيديو يعني فحطيت زرنة صغيرة من اللون الاحمر بس انت ببا تيجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخوتي وحبايبي في اللي في مطبخ طلبتك اوامر مع حنان الورائي تعالوا بنا الاول كده حبايبي نصلي على رسول الله عليها فضل الصلاة والسلام ونشوف مع بعض عن احتاج ليه عن احتاج لي 300 جرام من اللحمة عن احتاج لي معلقة كبيرة من البابريكا ومعلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة صغيرة كسبرة نعمة عن احتاج لي معلقة صغيرة ارفة ومعلقة صغيرة جنزابيل بودرة ونحتاج ل 3 اربع معلقة من التوم المفروق ومعلقة صغيرة من الملح معلقة صغيرة من الحلبة المطحونة بتبقى موجودة عند العطار ونستخدم زرة لون احمى معلقة صغيرة من الكمو معلقة صغيرة من التوم البودرة معلقة صغيرة بوهرات لحمة وزي ما قلتلكم زرة صغيرة من اللون الاحمر بدرة او او الوان جيل حمرة خاصة بالطعاء بتجيبيها من عند العطار وبنقلبها كلها مع بعضها الاول وبعد كده بنبدأ نضربها في الكبه واسناء الضرب وانت بتضربيها في قلب الكبه ممكن تضفلها يعني 3 معالق كده او 4 معالق من المياه عشان تمشي معاك كويس وتبقى نعمة طبعا انا اضرب الكمية كلها كده اوت الاول في قلب الكبه وبعد كده طبعا انا ايه لحد دلوقتي انا ايه ما اضفتش المياه في الكبه بس انا حضيفها طبعا ايه حابلها باعاكو ايه دلوقتي وحنضيف المياه بعد بخلصها بعد باخدها وش كده من غير اضافة المياه اه في قلب الكبه وبعد كده هوت هبدأ اضربها دلوقتي من غير اضافة المياه اللي انا اضافتكم عليها وبعد كده بعد ما اضربها حطها كده اطفل ايه اه في قلب الصينية كده ات لحد بخلص الكبه اللي باعي كلها اضربها واحدة واحدة وطبعا اللحمة لو فيها حتة جلدة حاجة فممكن اللي تتشيليها ايه على جنب دلوقتي انا بعد ما ضربتها كده كلها هبدأ ايه دلوقتي معايا شوات مياه ثلاثة اربع معالق كده من المياه ببدأ اللي انا بحطه وزي ما احنا شايفين واحدة واحدة وبقلبها بأيديه جامد بعجينها كده بأيديه وبعد كده هتلاقي بقى ايه ريحة البصير ما طلعها وانت بتابعين خطوة دي طيب هي ليه اضافة المياه اضافة المياه عشان ايه تساعدني اللي هي تتفرد معايا لان انا هفردها في قلب اكياس انا احتاج لأكياس نضيفة اه يعني خاصة كده اللي هي بتاعت اللبن وكده فبتجبيها من السوبر ماركت وممكن اللي انت بتاخدي كده ايه هناخد حتة كده من من البصير ما من عجينة البصير ما وبعد كده نبدأ اللي احنا نفردها كده هوت زي ما اتوا شايفين بأيديه ممكن تفرديها بأيديكي وممكن تفرديها بالنشابة طبعا ايه بنفرد ونطلع الهوى من الكيس ممكن ايه يعني احنا عايزنا رفعيها جامد عشان تبقى تدينا شكل البصير ما اللي انت بتجي بيها من السوبر ماركت وبيكون مقطعها شرايح رفعيها جدا جدا يعني تبقى عاملة زي الورقة كده هوت فاحنا دلوقتي بنعمل الخطوة دي اللي احنا بنفردها عشان ايه لما تتجمد معانا في الفريزر ونبدأ اللي احنا نطلعها فلما ليجي كده نكسرها كده ايه يعني نقطعها كده بأيدينا فتدينا شكل البصير ما الجاهزة بالزبط زي ما انتو شايفين انا فردت كده بأيديا كده معاكم بفرد وبطلع الهوى من الكيس خالص ممكن برضو هنفرد برضو واحدة تانية معاكم دلوقتي بلنشابة بلنشابة على فكرة اسهل كمان يعني يعملوها بلنشابة طريقتها ايه سهلة في الفرد بصراحة هنعمل مع بعض واحدة تانية برضو ونريدكم برضو نفردها ازاي هناخد حتة كده برضو حتة عجينة البصيرمة اللي انا عملتها دلوقتي من 300 جرام لحمة هتعمل لي اربع اكياس اللي انتم شايفينه بايه دلوقتي انا طبعا بحطيت بس كده حتة اللحمة وفردتها شواز غريب بس كده حبدال انا افرده بقا ايه بلنشابة اه حتلاحظوا بقا ايه بلنشابة هتبقى اسهل بصوا بتتفرد معايه على طول ازاي اه بتبقى اسهل كمان يعني عمليها بلنشابة وهتبقى حلوة جدا طبعا بعد ما تخلصي خالص هتبقى بتخصيني بقا ايه بلنشابة كويس جدا اه واتعقبيها علشان ايه طبعا لما تيجي استخدميها في معجنات ولا حاجة بعد كده بيبقاش عليها بكتيريا يعني او كده فطبعا ايه بتنظفيها كويس يعني بتخسرها كويس جدا نعم زي ما انتو شايفين اه حبيبي بتخسرها بقى ايه بمية وصابون وبعد كده بتبداي انت بتخسرها ده الشابة بخلي بعد كده اه عاتو بقى حلوة جدا نعم وتشيلها كده عشان تستخدمها في اي معجنات ما تبقاش فيها اي حاجة دي كده حبيبي انا انا فردت بقى كده الاربع زي ما احنا شايفين اه طبعا ايه توفير كبير جدا نعم لما تعمل البصرمة بالطريقة ديت في قلب البيت عاتو بقى جميلة جدا انا دوقتي اه باتني بقى ايه كل كيس كده على اتنين نعم وحد ده اللي انا احطهم بقى على طبق اوصانية ودخلهم في الفريزر لحد ايه بقى تجمده زي ما احنا شايفين حبيبي طريقة اقتصادية فعلا بس ايه ريحة البصرمة بقى ايه وانا عملها بعجنها كده بقى دي ريحة ايه ريحة كانت قلبة الشقة عدي وقلبة البيت كله بصراح ايه ريحة جميلة جدا دوقتي بعد ما تجمدت كده انا سبتها الثاني يوم مش لازم يعني الثاني يوم انت بقى عاملها من الصبح ولقيتها تجمدت على يعني اول بتتجمد معاك بتبدأ اللي انت تستخدميها عادي بس في ملحوظة عايزة اللي انا اقولها لكم طبعا انا حطيت سنة لون احمر سنة صغيرة بجيبها من عند العطار ليه علشان تديني شكل اللون البصرمة عشان التصوير وكده تصوير الفيديو يعني فحطيت زرة صغيرة من اللون الاحمر بس انت لما تجي تعبيلها في البيت انصحك بلاش اللون خالص ليه لان هو بيغير يعني بيغير لون البيت شوية يعني فبلاشه يعني فبلاشه يعني بس حطيت الزرة اللون ديت عشان التصوير بس مش اكتر انا دوقتي بقى ايه خدت كيس كده بدل اللي انا كنت عاملاه وقطعت الكتعة صغيرة زي ما احنا شوفنا وانا استخدمت زيت ما بحبش عامل بالسمنة بصرمة ليه لان طبعا اه هي اللحمة اللي انا عاملها فيها نسبة من الدهن يعني يعني كان 300 جرام لحمة وعلوم نسبة من الدهن فمش محتاجة لانا اعمل بقى بسامنة تانية وازود الدسم بتاعها اكتر فانا استخدمت ثلاث معالي كده حبة صغيرين من الزيت وهي طبيعي البصرمة هتنزل نسبة من الدهن اللي فيها اه وبعد كده اه شوحت البصرمة كويس وبعد كده بدأت اللي انا نزلت بالثلاث بيضات وحدي لها بقى ايه رشة كده من الفلفل الاسمر وبعد كده بتدقيها لو هي محتاجة سنة ملح فبتحط لها ايه رشة فانا حطيت رشة ملح صغيرة خالص يعني بين صوابعي كده ها لان هي كانت البصرمة فيها ملح فانت بتدقي البصرمة الاول وبتشوفيها زي ما احنا شايفين شكلها جميل جدا نا ولو الفيديو عجبكم حبيبي ما تنسونيش كده باللايك والشير سراموري